السلام عليكم مرحبا بكم متابعي قناة ايمان ارجزان كنتمنى تكونوا في احسن حال اليوم كيف كتلاحظوا من عنوان الفيديو هالفيديو هذي يكون فيديو تعليمي غدا نشرح فيه كيفاش كيمكن تخيطو طلا مدى الصالون المغربي بطريقة جد سهلة غدا نحاول قدر مستطاع ان الشرح يكون واضح ومفهوم ولما فهمتوش حاجة ممكن لكم تخليوا لي يعني تعليق وتسولوني شنو ما فهمتوش نعود نشرح عليكم في الاجابة ديالي ودبعا نخليكم مع الفيديو ومع الشرح ان شاء الله اول حاجة كتديرو هو انكم كتتتعبروا لبارض البونشا اللي غادي تديروا ليها تلميض اه ضروري اتعبروا الطول ديالها وهو من الجم تلجم وعاتعبروا العرض ديالها وهو من الخلف يعني للامام وعاتعبروا الارتفاع ديالها يعني العلو ديالها من البلاصافي كنقل سو حتال الاسفل بالنسبة للمثال اللي انا عنا نخدم عليه و اللي عنا نشرح لكم عندي الطول فيه جوجميترو اللي هي 20 سنتيم والعرض 78 سنتيم والارتفاع 25.5 سنتيم وباش نعافوش حال خاصنا ديال التوب كناخدو الطول العبارة ديال الطول ديال البونجا كنزيدو علي الارتفاع مضروب في اتنان وكنزيدو علي 20 سنتيم يعني 10 سنتيم لكل جهة هدا هو العبار يعني غير تقديري بالنسبة للعبار اللي غادي جي من تحت البونجا ومطبيق الحال هاد العبار اللي خرج لنا كنضيفو على باديات ولا حسب البونجات اللي عندنا من اللي كناخدو الطوب كنصرحوهاكا وكناخدو العرض ديال التوب كناخدو العبار ديال عرض ديال توب ضروري نعافو العبار ديال عرض ديال توب باش لان انا غادي نحتاجون استعمله باش نحسبو شحال دي الفائد غادي بقى لنا باش ينزل لنا تحت البونجة مهم انا عبرت هاد التوب هادا لقيت فيه 141 سنتيمتر كيف كتلاحظو في الفيديو ومن بعد دبا غدا نوريكم كيفاش غادي نديروا عمالية حسابية باش نحسبو شحال دي الفائد غادي يجينا اسفل البونجة ويمكن ناخدو 1140 قص منها العرض دي الفائد اللي هو 78 خرجت ليها 63 ونقص منها العرضين يعني الارتفاع لجوجة المرات خرجت ليها 12 12 هي العبار اللي زيت بقى الفائد قسمتوا على الجوج يعني دك 6 سنتيم عد جي من تحت البونجة دبا هاد 6 سنتيم او 12 سنتيم هي العد تكون زائدة على الطول ديال هذا كما عد تلاحظو دابا طول ديال البونجة 200 سنتيم 100 سنتيم غدا نزيدو عليها الارتفاع لجوجة المرات كما كتلاحظو في العملية الحسابية وعاد عد نزيدو عليها 12 سنتيم اللي خرجت لينا يعني 6 سنتيم من جيهة و6 سنتيم من جيهة اخرى كيف غادي نتلاحظو من بعد ما كنزيدو هاد العبار يعني هاد الخرج اللي خرجت لينا 263 هو الطول ديال التوب كله يعني الطول ديال التوب اللي عنا نحتاجوه فتلميطة اللي خذنا العبارات دياله هادا منسبة لي انا العبارات 3 هادة 230 هي اللي عندي راه فتول ديال التلميطة كلها من بعد اتنيت التوب على جوجة المرات باش يسهل علي عمالية القطع كيف كتلاحظو باش نسهل عيه باش نقطع التوب ودرت من الجيهة اللي غدا نقطع منها واحد المات اللي كتكون يعني باش تحمي الزربية ماشي ضروري يعني لكن ما عندكش الزربية موهم عبارت 200 سنتيم في السابق وده بعندي 63 سنتيم يعني 200 و63 وغدا ندير اعلامة بهد الماركور يعني هدا هدا فيه في وحد خاصي انه كي تكي حيد في جوج جويه يعني خاصي انه كي حيد غر بالماء مهم اه درت تبعت على الطول فلاسفين غدا نقطع ومن بعد استعملت هاد القطعة اللي كتجيني سهلة اه داكشي علاج دات من تحت منا هديك المات يعني اللي كنتوا عادين تديرون مقاس من شي ضروري المات انا هدي كتجيني عملية وسهلة موهم بنسبة الادوات اللي كيمكن لكم ديروا بيها تراسيو كين هاد القلام كيمكن لكم جيها كتبشي بالما بسهولة وجيها كتبشي غرب الهواء يعني وهدا بقى محليتوش يعني هدا فيه بحل طباشير بحل بودرة اه فيه يعني ركبة كتسدو زيو كي يعطيك العلامة اللي كتحدد لي كيفين تقدري تقطعي بسهولة من بعد ما كن قطعو الطول اللي غادي خصنا على قبل تلميطة وكن حيضو الفائد لازم نحضو الخط دي الخياطة وضروري ندير ود العملية الحسابية بحيث كن ناخدو الارتفاع دي الفونجة وكنزيدو الى هدك ستة سنتيم اللي اخجتلينا اه اخجتلي اعنا 31.5 هدا هو الرقم اللي غاجلي في ميالي غادي ناخد القند دي كل جهة من هدك الكتعة الطويلة اللي قطعت تيلة الميطة غادي نطويها بات الشكل على شكل متلت بحيث العرض دي القطعة يكون متقعد مع طول ديالها بات الشكل ويكمل الاحسان المتلت اللي ينشكلو يكون على اللي من ديالنا بشي سهلين الخياطة غادي نعبرو هديك وحدو 30.5 من جهة الاسفل وغادي نعبروها يعني جهة اليمين ولا نعبروها على ضد هدك الخط اللي رسمت تهيت هو فيه وحدو 30.5 وهذا كوالخط اللي غادي نخيطو عليه يعني ذاك الخط اللي مرسوم ولا غادي نخيطو عليه غادي ندير هاد الابر غادي نلسكهم من احسن استعمال ديالهم خصوصا اللي كنتي من مبتدئة في الخياطة ومن الاحسن يعني كي كي يسهلوا عليك الخدمة مهم غادي ننسك ثلاثة الوحدين او لا لحساب هدك الخط وغادي ننخيط من الاحسن من اللي ننسكوه من بعدهم على الخط اللي عندو زوليه لخياطة سافي غادي ننخيطو على طول هدك الخط وغادي نطبقو نفس الشكل على الاطراف هدك المستطيل بربعة يعني كل جهة غدا ندير لها نصف الطريقة وعن خيطو بنفس الطريقة بالنسبة لذلك المثلة اللي كي بقى كفائد انتي عندك خياري اما تقطعي اما تخلي بالنسبة لي انا كنفضل نخلي لانه الى يعني كي بقى احسن لو لو كعش خطأ في الخياطة خصص اللي كان طلميط ناقص فالاصلاح ديلو كيكون اسهل فقط باش تخليه كتدخليه يعني كتدخليه كتدخليه وكتدخليهم جهة العطف وكتخيطيهم مقابلين مبعدياتهم باش تشكيل كتديرو المثلة اللي من جيهة الخرا بتحقيق المثلة حتى تخليهم كتدخليه من الجهة الأخيرة باش يجيساه في الخياطة ما يرجعش مع الماكينة لهذا اطلوقي بهذا الشكل مهم كنديو نفس الطريقة في الجهة الميط، وفي الجهة الأخيرة يعني لا تحقيق المثلة بشكل من جهة العرض كيف قلت لكم تبا عندو زول مرحلة باش نلسقو للسيك في الجوانب ديال الطلمير غدا نخليه تقريبا 30 سنتين من الجهة ديال الطول عداز الجهة ديالة العرض غدا نقنيه بيت الشكل وغدا ناخدو لسيك تقريبا نصف ديال هديك المسافة اللي غدا نخيطو عليها لسيك كيف كتلاحظو منلي كم دون خيطو فلاسيك يعني ضروري انخيطو ومدون جبدو كيف كتلاحظو دلت الماكينة على الزيغزاج رقم ربعة في الماكينة اللي عندي وعرط لي هل عرط للغوزة اه وتنيت لاستيك من جانب هاد الشكل عد ركبتو بيت الشكل يعني من يعني داير على الطلمير على القونة ديال الطلمير غدا نخيطو بالغوزة ديال الزيغزاج ضروري من تبتو في البداية ديال الخياطة يعني نمشو بالماكينة ونرجعو عد ندو نجبدو فلاستيك ونخيطو من فوق منو وكنتستمرو بنفس الطريقة حتى كندورو لها الدورة كلها اللي حددنا باش نخيطو فيها لاستيك هالطريقة ديل تركيب لاستيك غدا نديروها منطبط الحال من الجيتين ديال كل تلميط هالطريقة ديال الخياطة نديروها من الجانب ونجبدو ونخيطو وكذلك نتأكدو باش نتبتو اللاخر ديالو مزيان كيف مدنا في الاول وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما تبتنا لاستيك كيف كتلاحظو توب مجموع من بعد ما كن لبسو الطلميط يعني السداري البونجا غادي يتجبد وغادي يتزير عليها مزيان ويعطي الشكل مناسب اللي خاسو يكون في الطلميط وكذلك بتنساوش تركيبو هالطريقة ديال توب يكونو طوال من جيها كتديرو منطنيين ومن جيها كتديرو منطوال بهالطريقة كتقدرو تخشيو هالك الطويلة في ذاك اللي منطنية وكتزيرو مزيان على الطلميط وكيتلبس مزيان وهنا نكونو وصلنا النهاية ديالفيديو كنتمنى يكون اعجبكم الفيديو ويكون الشرح كان واضح ومفهوم وليعجبكم الفيديو ما تنساوش تسجلوا الاعجاب ديالكم وتخليوا لي التعليق ديالكم والاراق تاعكم وكذلك الاسئلة ديالتكم مرحب بها وكنتمنى تسجلوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في الواتساب في الميسنجر وفي الفيسبوك ليدعم القناة والتشجيع على الاستمرار ودبا نخليكم ان شاء الله الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله يقضيكم في الخياطة ويقضيكم في حاجة اخرى سلام عليكم